عنا كمان مكالمة الأخت مونة مونة من السعودية أهلا وسهلا فيك أخت مونة انت معانا على الهوى تفضلي إذا عندك أي سؤال مساء الخير مساء الخيرات إذا سمحتي عن سؤال تعطوني إجابة يعني مقنعة طبعا إحنا نؤمن أن المسيح هو نبي ورسول طبعا هذا ديني هو ديني رسول ونبي مثله مثل محمد صلى الله عليه وسلم ويسوع من قلع النسى النبي المرسل عليه السلام وهو بشر رسول سؤالي بما أنكم تربطون يسوع وهو ابن الله أو أحيانا الله هو يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى مكن يسوع من حلم بعض الأمور يعلمها بإذن الله يخي الموت يخبر بأمور غيبية بأمر الله بإذن الله طيب إذا كان هو إيمانكم أنه هو يعلم الغيب طيب كيف يسمح لجنود يأتون يمسكونوا ويضعونوا على الصريب ويقتل طبعا هو يعلم الغيب بإيمانكم ليش ما كان أعلم بالغيب جيتهم قبل أو يخرب أو يقبي عليهم بما أنه عنده بعض الصفات الإلهية ليش ما قضى عليهم قبل لا يجوا ويكتلوا قبل لا يمسكوا هو إله عنده قدرات خارقة هو أقوى من البشر الجنود اللي جايين يمسكونوا ليش ما مسكهم قبل ليش ما أرسل لهم جنود يمسكونوا قبل لأنه يعلم الغيب كهو بشر رسول يعني هو مثله مثلنا إحنا اللهم الميد الله بالرسالة مثله مثل محمد مثل إبراهيم عليه السلام وبقية الرسل طيب أنا هذا السؤالي طيب سؤال طيب إذا كان معلش أتكمل السؤالي إذا كان طيب موسك قرمه رب عنده القدرة أن يوحي الموت ليش ما دفع الموت عنه كيف يسمح يسمح البشر أنهم يقتلوه سؤال كتير حلو أخت مونة سؤال كتير حلو ما يموت خليك معانا على الهواء ما يموت إلا البشر خليك معانا على الهواء أخت مونة أخي يوسف أنت سمعت السؤال أوكي فضل بالإجابة يعني ملاحظة افتتاحية قبل ما أرد على التفصيلات أن تجمع ما بين مصدرين مختلفين تماما كاختلاف القدب الشمالي عن الجنوبي وتاخد معلومات عن المسيح شوية من هنا وشوية من هنا مش هتقضي مصلحة مش هتوصل لأي حاجة هتتوه نفسه لذلك نصيحة مخلصة لوجه الله أنك تركزي على مصدر واحد وأتمنى أن يكون هو الكتاب المخدس لماذا لم يدافع عن نفسه وهو يعلم لماذا لم يهرب وهو يعلم الغيب هو هو جيه ليه هو أساسا المسيح اتولد ليه لما اتولد وبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب المسيح جاي مش عشان يخلص نفسه لأنه في سماء محتاج يخلص نفسه من مين وهو في السماء محتاج يخلصني أنا وإنت وهي الرب عايز يخلصنا وكيف كانت كلفة الخلاص أنه يموت نيابة عنه لأن أجرة الخطيئة هي موت فالمسيح قبل الموت اختياريا تطوعيا علشان يفديني أنا من الموت أجرة الخطيئة مش مجرد ممارسات معينة وأعمل شوية حاجات ودت شوية فلوس وتتغفر خطيئة كريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الظهر كانت محتاجة لسفك دم وبدون سفك دم حتى في العهد القديم لا تحصل مغفرة جاء المسيح علشان يفديني وعشان كده الناس قالت تهكما على المسيح بس كان هذا عين الحقيقة خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلص والحقيقة أنه لو خلص نفسه وهذا كان في وسعه ما كان سيخلص أحدا آخر وعشان كده المسيح فيه محبته عشان كده احنا بنحب المسيح ليه بنحبه عشان نتصلب ليه تصلب ما هو تصلب عشاني أنا يعني كل واحد حاسس بخطيته وبذنبه التقيل وبشره محتاج مخلص ولقد جاء المسيح لكي يخلص عشان كده لما جيت ساعة الصليب يقول هل أقول يا إلهي نجني من هذه الساعة ولكن لأجلي هذا أنا قد أتيت إلى هذه الساعة فالمسيح لم يأخذ على غرة ولم يكن يعني ضعيف أنه يقاوم الشر ده هو قال لتلاميذه أتظن أني لا أستطيع أن أطلب إلى أبي فيرسل إلي 12 جيشا من الملائكة جيش لاجئون لاجئون يعني 6,000 12 جيش 12 لاجئون يعني 772 ألف ملاك يعملوا إيه في العالم ده ده ملكين رمدوا خمس مدن ملكين أو ملك واحد أتى 185 ألف جبار من جيش سرحريب ماذا كان يفعله ده لو كان الرب مش عاوز يموت لكن هو جاي من السماء خصيصا لكي يموت فدية عن الذين أحبهم وكل الذين قبلوا المسيح أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله وحبيت أقول كمان للأخت مونة أن ذهاب المسيح للصليب ليس ضعفا بل شجاعة وأنا معرفش مثل ما حكى الأخ يوسف على إيش استنتي ولكن نبوات تتكلم عن صلب ألام وصلب وموت المسيح من آلاف السنين قبل الحدث وبعدين الرب يسوع كاد مرة في العهد الجديد تكلم أنه ذاهب لأورشليم لدرجة أنه واحد من التلاميذ حاول يمنع يسوع قال له يسوع أبعد عني يا شيطان اللي هو الرسول بطرس وحتى في البستان بستان جت سماني لما جاءوا يلقوا القبض على المسيح سألهم من تطلبون قالوا يسوع سقطوا قال أنا هو سقطوا على الأرض وحتى بطرس حاول أنه يدافع عن المسيح استل سيف خنجر وضرب عبد رئيس الكهنة وقطع أذنه المسيح شفى الأذن وقال بطرس رد سيفك إلى غمد الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون فإذا أختمنا فكرة الفداء هي منذ الأزل معروفة للرب ولكن المسيح تممها في ملء الزمان لكنه قام من الأموات وهزم الموت وهو حي إلى أبد الآبدين وهو كلمة الله ولا يقارن المسيح بأي نبي أختمنا لتصحيح كلامك فالمسيح هو كلمة الله يعني حتى المواصفات الموجودة هو علام الغيوب هو القادر على كل شيء الحاضر في كل زمان وفي كل مكان صانع المعجزات أنت بتقول بإذن الله وهل الله يسمح لرسول أن يعطي أخص خصوصياته مثل الغفران الخطايا والخلق نحن نعرف لا 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 يخلق إلا الله فأنا أدعوك يا أختمنا أن تقرأ الكتاب المقدس وفعلا ستكتشف الحق من خلال الفكر المسيحي يعني أقصد كلمة الله والكلمة طبعا تحرر الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر